يتحدث عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال بوصفه علامة من علامات الساعة ونشاهد ذلك في بعض الأحيان أو في بعض البيئات إذن هذا موجود لكن ليس بالكثرة التي تجعله ظاهرة أو تجعله منتشرا خاصة في المجتمعات الإسلامية أو المجتمعات العربية إنما موجود بشكل شاز أو استثنائي فهذا لا يمثل علامة من علامات الساعة إلا إذا كان منتشرا وبشكل كبير أيضا ارتبط بهذه العلامة علامة أخرى من علامات الساعة يحدث عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول لا تقوم الساعة حتى يكثر أو تكثر النساء ويقل الرجال أو من أمارات الساعة ذهاب الرجال وكثرة النساء وفي بعض الأحاديث يحدد ذلك عدديا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد واحد رجل وصد خمسين امرأة قيم واحد على خمسين امرأة قيم يعني يقوم على أمورهم قد تكون فيهم أمه وعماته وخالاته وبنات خالاته وزوجه أو زوجاته وبناته المهم أن الذي يقوم على أمورهم رجل واحد على خمسين امرأة يعني تخيلوا هذا العدد وفي بعض الأحاديث سيدنا صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى حتى يكون للأربعين امرأة القيم الواحد وتزداد هذه الظاهرة حدة حتى تصل إلى ذروتها في قرب نهاية الساعة أو في قرب قيام الساعة فيصل الأمر إلى حد انقراض جنس الرجال ده يبقى جنس منقرض يعني زي الديناصورات دلوقتي يقول لك ده حفريات يقول لك في ديناصورات وكان فيه وكان فيه كذلك برضو رجال هيجي عليهم يوم أخونا الرجال هتنقارب خلاص هيجي عليهم يوم وقول لك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمر بعض النساء في طريق فيجدنا نعلا ملقاه فيقولن بعضهن لبعض كانت هذه النعل لرجل من قديم الزمان ده كان فيه جنس اسمه رجالة من زمان يا ده لئنا في الحفريات لئنا نعل راجل ويحتفظ بها في المتحف ويمكن يعملوا علىها مزاد نعل راجل بقى من العصر الفلاني ده قرب قيام الساعة من علامات الساعة ذهاب الرجال وكثرة النساء ده بيترتب عليه اختلال في الميزان الكوني بيترتب عليه اختلال في الحياة الإنسانية أو الحياة البشرية يعني كون الرجل يقوم على خمسين امرأة أو على أربعين امرأة هذا أمر غاية في الغرابة إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم وكما جربنا في حديث كثيرة تحدث فيها عن علامات الساعة وظهر صدقه صلوات ربي وتسليمات عليه وطبعا لا نحتاج كمسلمين إلى تجربة لمعرفة صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فنبينا صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا والصادق الأمين صلوات ربي وتسليمات عليه وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين فإذا أخبرنا خبرا عن الغيب فهو يخبرنا عن الله وعما علمه الله من قبيلي أو بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام أو عما نفثه في روعه صلى الله عليه وسلم فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا بشيء من الغيبيات فهو صادق إذا لم يحدث اليوم سيحدث غدا سيحدث بعد غد سيحدث قرب قيام الساعة لكن هناك يعني مبادئ لهذه الأمر بدأت تظهر ربما في بعض الإحصيات تقول إن نسبة النساء إلى الرجال بلغت مثلا اثنين لواحد أو ثلاثة لواحد أو أربعة لواحد في بعض المناطق أو في بعض البيئات أو في بعض البلدان لكن هذا لا يشكل ظاهرة عامة وإنما يشكل بداية لوقوع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة النساء وذهاب الرجال أو قلة الرجال حتى يكون أمام الرجل الواحد أو يقوم الرجل الواحد على خمسين امرأة يقوم على شأنهم أو على أربعين امرأة يقوم على شأنهم هل العدد مقصود أم أنه لمجرد المبالغة أو التكثير قولان للعلماء بالفعل سيكون أمام الرجل الواحد خمسين امرأة بهذا الكيفية التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض قال إن العدد غير مقصود إنما هو كناية عن الكثرة إنما هو كناية عن الكثرة كثرة النساء إذن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذه العلامة عن كثرة النساء عن كثرة النساء وعن قلة الرجال ويظل الأمر يتدرج تصاعديا حتى يصل إلى انقراض جنس الرجال على الإطلاق حتى تمر بعض النساء فيجدنا نعلا ملقاة في الأرض فيقول بعضهن لبعض كانت هذه النعل لرجل من كنا نسمع عنهم أيها الأحباب لمزيد من التفسير والتفصيل حول هذه العلامة كونوا معنا بعد هذا الفاصل فاصل قصير ونواصل التفسير ترجمة نانسي قنقر